يقول هل يجوز بإنسان بعد الاستحمام أن يصدي بغير يدوء مع أنه لم ينهو تابد من ينهو والأفضل والأكلم أن يتوضى أولا ثم يغتسل هذا هو الأفضل والأكلم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولكن لو نرى الحبثين جميعا الأكبر والأصغر ثم أفضل ماء على جسده إن هذا يكفيه عنه اتسال ويكفيه عير وغو لأن الحبث الأصغر يكفيه الحبث الأكبر جزاكم الله خير